تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المتجدات مباريات الدورة ثمن النهائي لمنافساتك سفريقيا للأمم بعد مرور حوالي أكثر من أربع دقائق عن انتلاق المباراة النتيجة التي نعيش على إقعيها هي نتيجة البياد السلبي السفر لمثله وإن كان المنتخب المغربي كان أكثر استحوادا على الكرة لحد الآن يرافق نفياتي الحسة ونمصر بذلك صديقي حسن الجبريس حسن أهلا مرحبا بك مرحبا فؤاد مرحبا بجميع المتابعين متابعي برنامج ميادين لذا لقاء حاسم صديقي حسن يخوضه المنتخب المغربي بحثا عن انتزاع بطاقة الترشح للدورة ربع النهائي لهذه المنافسة القارية في البداية حسن دعنا بالنسبة للعبين الذين راهنا ويراهن عليهم الناخب المغربي وحيدا للجيتش في هذه المواجهة أكيد تشكيل كانت متوقعة بنسبة كبيرة فؤاد بالنظر للثوابث التي اعتمدها فحيد هاري روزيتش سواء في المباريات الرسمية في تصفيات المؤهلة لكأس العالم أو حتى في الثلاث مباريات السابقة نعلم بأنه في المباراة الثالثة كان أجرى تغييرات عديدة في حرست المرمى هناك ياسين بنوف متوسط الدفاع اللاعب غنم سايس إلى جانبه نيف أغرد الظاهرين الظاهر الأيمن أشرف حاكمي ثم أدم ماسينا كظاهر أيصر متوسط الميدان اللاعب سوفيان أمرابط كقيمة ثابتة في المنتخب أيضا عمران لوزا سليم أملح سوفيان بوفال أيضا يوسف أنصري وأيوب الكعبي في الخط الأمامي مرة أخرى يجدد ثقة فحيد هاليلوزيج في كل من أيوب الكعبي ويوسف أنصري الذين وجهت لهم انتقادات عديدة أكيد فؤاد في مباريات الضورة الأول لكن نتمنى لهم التوفيق في هذه المباراة نعلم مباريات خروج المغلوب هامش التضارك خلالها يتضاءل بالنسبة لمنتخباتها إذن نتيجة تتحول هناك في يوندي وهدف أول لمنتخب المالوي يفتسي حيث التجيل بعد انطلاق المباراة بحوالي سبع دقائق بعدما كانت الدقائق الأولى كلها لفائدة المنتخب المغربي منتخب المالوي يتمكن من تسجيل الهدف الأول بطريقة رائعة ضربة عن بعد للاعب مصانغو ويسجل هدف رائع ولا أروع هذا اللاعب مانغو يتمكن من تسجيل هدف الأول يباغت الحارس ياسين بنو يعني بطريقة رائعة ورائعة جدا هذا اللاعب يفتتح حيث التجيل ربما كان هناك خطأ على مستوى التموقع بالنسبة للعناصر المغربية لكن ربما اللاعب حاول ونجح نوعا ما الحارس ياسين بن بنو كان متقدما نوعا ما يذكرنا بالهدف الذي سجله يوسف البليلي في مرمى الحارس أنس أزنيتي ربما كان هناك تقدم للحارس ياسين بنو على مستوى خطأ يعني المرمى ومنتخب المالوي يعني المالوي يفاجئ أسود الأطلس مع بداية اللقاء حسن أكيد هو سيناريو لم نكن نريده ولكن على العموم يعني ضياع الكرة في وسط الميدان الضغط على حامل الكرة من لاعب منتخب مالوي أربك المنتخب المغربي في العودة لتنظيم دفاعي محكم لاعب جابا دينيو يعني استغل تقدم الحارس ياسين بنو خروجه عن مرمى سجلاء يعني بتسديدة جميلة بديعة جدا يعني الهدف الأول منح أن التقدم المنتخب مالوي معقدا مأمورية المنتخب المنتخب المغربي الذي يجب عليه اللعب الآن بهدوء لا يتصرع صحيح المباراة في بداية نلعب الدقيقة العاشرة أمام كل الوقت من أجل تعديل الكفة يجب أن يتفادى فقط الأخطاء على مستوى ضياع الكرف وسط الميدان نعلم بأنه منتخب مالوي يملك لاعبين بسرعات كبيرة يجيدون اللعب في المساحات لكن أيضا دكاء اللعب أنه يعني أرفعينه شف الحارس ياسين بنو متقدم عن مرمى وبغت بهدف الآن أول اختبار بالنسبة لفحيد هاليلوزيتش المنتخب المغربي متأخر يجب الآن أن يعطينا الصورة التي يجب أن يظهر بها هو ثاني اختبار صديقي حزن لنا وكان أيضا متأخرا مرتين في لقاء القابون وشفنا كيفاش أرجع في المباراة لين الهدف جاء بشكل مبكر جدا منذ الدقيقة السابعة كما تكرت فاجأ الحارس ياسين بنو لما كانش كنتظرنا اللعب يقدف الكورة بتلك الصورة وهنا غادي نتظر ردة فعل العناصر المغربية لنا دعنا نقول لنا في ذلك ست دقائق الأولى كانت منتخب المالوي كانت بقاء في خط الدفاع وكانت ترك الفرصة فقط للعناصر دي المنتخب المالوي أنها تبقى في الدفاع نلعب دا دقيقة العاشرة من المباراة بشكل مفاجئ منتخب مالوي يتقدم على نظره المغربي بهدف للسفر هدف اللاعب مانجو في الدقيقة السابعة عن انطلاق المباراة والمنتخب المغربي الآن عليها أن يمارس ضغط مكتف على مرمى الحارس المالوي في محاولة لإيجاد التغراءة كنا شاهدنا صديقي حسن أن اللاعب أو الفريق الوطني المغربي كان شارك بلاعبين في خط الهجوم في اللقاء الأول أمام منتخب أو اللقاء الأخير من منتخب القابون وكان دخل بلاعبين كل مننا يعني اللاعب أيوب الكعبي وأيضا يوسف رسيري وهد تنائي ما كانش خلق متاعب كثيرة لدفاع المنتخب القابوني الناخب المغربي يصر على إقحام همام على أنهما يعني كيلعبوا تقريبا حسن في نفس المكان أي قلب الهجوم وهنا مرة أخرى كما قلت كندرحو تساؤل للإقحام لاعبين هكذا بنفس المواصفات في مباراة مثل هذه مباراة هماء وحاسمة الدقيقة الحديثة عشر حسن هدف للسفر لفائدة منتخب ملاوي لحد الآن بملعب أحمد أحجو بمدينة يوند تماما فؤاد الأهم هو أن التنشيط الهجومي المنتخب المغربي يجب أن لا يعول على الكعبي ويوسف النصيري فقط صحيح مهمته ما هو تسجيل الأهداف ونعلم أن يوسف النصيري عائد من إصابة إصابة فيروس كورونا أو إصابة رفقة فريق إشبيلي أبعدته المدة عن الملاعب يعود لتوهي إلى الملاعب في منافسات أمم إفريقيا في حين أيوب الكعبي متألق رفقة فريقه في الدوري التركي لكن مع المنتخب أضاع فرص عديدة فهذا المستوى من المنافسة صعب أن تضيع هذا الكم من الفرص يجب أن لا يعطي المنتخب المغربي فرص عديدة هذا المنتخب خصوصا في الارتداد الهجومي حين ضيع الكرة يجب تقريبا لخطوط عدم ترك مساحات كبيرة أمام هذا المنتخب الذي يملك مهارات عديدة صحيح تأهل كثالث المجموعة الثانية لكن أحرج منتخب السنغال إن هزم منتخب غينيا وتغلب على منتخب زينبابوي سيلعب كل حضوده لأنه يلعب من غير ضغوط وحتى المباريات السابقة التي أجريت في منافسات إفريقيا أثبتت بأنه لم يعد هناك منتخب صغير في منافسات إفريقيا العبرة بما جرى بالأمس منتخب الكاميرون البلد المضيف أهم منتخب جزر القمر وإحراج المستضيف البطولة أيضا اللقاء الذي أجري هذا المساء بين منتخب الرأس الأخضر ومنتخب السنغال حتى بنقص عدد منتخب السنغال وجد صعوبات أمام المنتخب الرأس الأخضر الأهم أن المنتخب المغربي يثق في إمكاناته نقول صحيح لا نريد أن نتلقى أهداف لكن الآن تلقى هدف في بداية المباراة تتلقى هدف في بداية المباراة أسوأ من تتلقى في وقت متأخر طيب وربما هذا هو الحاجة اللي قد تعنا نبوى ما نقوم تفائلين يعني هناك الآن بعض التحركات ديال خط هجوب منتخب المغربي سواء بواسط حاكمي في الجهة اليمنى أو بوفال في الجهة اليسرى العناصة المغربية كما ذكرت هي حسن تحتفظ بالهدوء ديالها تحتفظ بالتركيز ديالها لأنه يعني لا شيء حسن هناك منتخب اللي الآن يرجع أكثر لخط الدفاع يحسن دفاع دياله بشكل كبير وغادي يلعب على دفاع المنطقة ربما والمنتخب المغربي المدعو أنه يستغل المساحات يستغل سرعة حاكمي في الرواق الأيمن يستغل سرعة ومهارات سوفيا بوفال يعني في الجهة اليسرى وأيضا يعتمد أيضا على تحركات عمراء اللوزاني ما قيمتش فيناش كثير يعني في بداية هذه المباراة هذه اللي كلعب الدقيقة الرابعة عشر منها دائما تقدم منتخب ملوي بهدف لسفر كرة على مستوى خط الدفاع يعني سوفيا المرابط يحاول يبحث على سوفيا عولى أشرف حكيمي كيوجد أشرف حكيمي ولكن هناك يعني مجموعة من لاعبين ما لا يقل عن تمانية لاعبين موجودين أمام الخط الهجوم المغربي بوفال في حملية جميلة في الجهة اليسرى ماذا سيفعل بوفال يحاول اختراق لكن يعني يجد أمامه الدفاع متراسل الآن ربما هذا هو السيناريو الذي سنعيش على إيقاعه سنعيش على إيقاع دفاع هجوم لدفاع للمنتخب الملوي وهجوم للمنتخب المغربي أكيد أيضا حسن أنه يجب المنتخب المغربي التركيز والبحث عن انتغارات وخصوصا يعني محاولة تسجيل التعادل يعني في أسرع وقت ممكن باش ما يدخلش الشك للعناصر المغربي لأنه بمرور دقائق ربما ستزاد ثقة والضعف ثقة للمنتخب الملوي في إمكانياته في الحفل على التقدم والمنتخب المغربي أكيد أنه سيبحث كثيرا لتعديل الكفة صحيح الآن نلعب ضد الوقت ونلعب ضد منتخب ملوي لكن الوقت لازل أمام المنتخب المغربي يجب الصبر في بناء الهجم الثقة في الإمكانيات يجب ألا تهتز الثقة لأنه حين تهتز الثقة صعب صعب أن تجد الثغرف في دفاع الفريق الخصم يعني لاحظنا تبوفى الإغراق في اللعب الفردي في بعض الأحيان قد لا يجد الحل نعرف قيمة بوفى مهارات التقنية في بعض الأحيان يعطيك الحلول لكن في بعض الأحيان لا يجب الإغراق في اللعب الفردي يجب أيضا التنويع في الهجمات استغلال الأخطاء الثابتة والأخطاء الثابتة منها جاء الحل في لقاء القابون ضربة أشرف حكيم وأيضا ضربة الجزاء يجب تنويع الهجمات الاستفادة أكثر ما يمكن من ضربة الأخطاء الثابتة وأيضا ضحي داليل وزيتش يجب أن إذا استمر الوقت أكيد نطمح بأن يسجل المنتخب المغربي الهدف في أقرب وقت ممكن يملك من الخيارات ما يمنحه أكيد العودة في هذه المباراة في ذكات البودلة وطالما البودلة أعطوا الحل أبو خلال في اللقاء الأول أمام منتخب الغانا أيضا في اللقاء الأخير أمام منتخب القابون قابون على العموم يجب المنتخب أن يلعب بثقة في النفس لأن الثقة هي المفتاح في هذا المباراة بالرغم من التخلف في النتيجة نعم هنا إحدى الفرص للمنتخب المغربي اللي كانت هناك تحرك دائما للسوفيان بوفال وقدفت اللاعب إلياس الشاعر ومرة أخرى قدفة للعب أدم مسينة لكن تذهب بعيدا على مرمى الحارس المالوي للصداء للكورا ونلعب كما تكرت دقيقة 18 نلاحظ أيضا على مستوى الهجوم خط هجوم منتخب مغربي يعني اللاعب أيوب الكعبي اللي ما متعود شأنه أنه يلعب في الرواق الأيمن ففي هذه المباراة المباراة هو اللي يشغل للرواق الأيمن شفناه كيرجع كثير في هذه الرواق في هذه الجهة لمؤازرة خط الدفاع ولي بطبيعة الحال تقديم الدعم وهنا بدينا حسن في إهدار الوقت في محاولة تكسب بعض التواني بعض دقائق قبل منتخب المالوي بعد هذه الفرصة التي وتيحت بداية للعب لوزا بعد تحرك جيد ديال اللاعب سوفيان بوفال وسوفيان بوفال ربما هو اللي يقدر يقدم الحلول كيفاش هنا المراوغة دياله تمرير الكورة اللي لوزا والحارس يتدخل يعني احتقد في لوزا ما كانش بديك القوة أو التركيز يعني ما كانش مركزة أكثر وهنا المنتخب المالوي يعني يكسب واحد دقيقة من اللاعب تقريبا أو أكثر بعد بقاء اللاعب يعني كيتلقى العلاجات في الوقت اللي معروف حسن أنه يعني في مثل هذه الحالات يجب إخراج اللاعب إذا كان مصاب يجب الإخراج دياله من أرضية المستثيل الأخضر ومتابعة المباراة وهذه التصرفات أكيد متوقعة من منتخب متل مالوي حتى لو كان متعادل فما بالك الآن هو متقدم هي سلوكات متوقعة هذه الأمور يجب أن لا تجعل المنتخب المغربي يخرج من تركيزه يعني البقاء ويعني يجعل فدهنه بأنه في أي لحظة ممكن يسجل الهدف منتخب مالوي سيسعى لإخراج المنتخب المغربي من تركيزه في أي لحظة يجب التركيز أيضا في التمريرات لأنه معدل التمريرات الخاطئة أيضا بدوره يدخل الشك التنوع في الهجمات لكن دائما مع تأكيد فؤاد على أنه يعني تضييق المساحات بين الخطوط لأنه لاحظنا الهدف جاء بعد فقدان الكرة في وسط الدفاع من الآن محاولة ضائعة من يوسف أنصري داخل مربع العمليات في الدقيقة العشرين كادت أن تمنح المنتخب المغربي التعادل هنا نتحدث عن عاملة تركيز بالنسبة للمنتخب المغربي الأهم هو أن نصل إلى الشباك لكن الأهم من ذلك استغلال فرص بتركيز أكثر من قبل اللاعب يوسف أنصري كان ربما يكون أحسن مما كان لأنه كان هناك اللاعب عمران لوزا كان الوحيد وكان ربما يمر للكرة كان يقدر يكون هدف التعادل يجب البحث عن الرافيق المناسب عن إعطاء الكرة في الوقت المناسب وربما هذا لأنه هنا يقع واحد عادي لنرفز اللاعبين ما كانوا ينتظروا هذا السيناريو كانوا ينتظروا أنهم هم اللي يكونوا صباقين في تحت تسجيل الآن سنتعرف عن مدى قوة يعني القوة الدهنية لللاعبين المنتخب المغربي واشهدي يحتفظوا بتركيز ديالهم واشهدي يحاولوا يبنيوا العملية الهجومية كيفما كانوا يعني وضعين الخطة لوضعين قبل وعلى أيين الآن أيضا العمل ربما الكرة في مرمى المدرب وحيدا للوزيتش إنه أراد يعني إصلاح ما يمكن إصلاحه ولكن نشوفوا أن احتهد القادية ديال إقحام يعني شخصيا لا أفهمها إقحام كل من يعني كل من نصيري والكعبي في قتل هجوم يعني اختيار غير صائب بالبتة وشفنا أنه ما أعطاه اجتمار دياله في لقاء المنتخب المغربي أمام ناظره من من القابون لأنك نشوفه كما ذكرت أيوب الكعبي كي حاول يلعب في الجهة اليمنى ثم أنصيري كي حاول يلعبك قلب هجوم وبالتالي فلحد الآن فهنا محاولة لكن هناك احتفاظ احتفاظ بالكرة صديقي حسن يعني يجهد محاولة هجومية جديدة للمنتخب المغربي ونلعب دقيقة الثانية والعشرين لا زال التفوق لمنتخب مالاوي هتف اللعب هيلينغس مونغو في الدقيقة السابعة من المباراة والمنتخب المغربي لحد الآن حتى ربما الهجومات هناك هجمتين فقط منذ حوالي 14 دقيقة لتجهيل الهدف الأول نرغب في اندفاع أكثر نرغب في شراسة أكثر نرغب في قتالية أكثر من قبل اللاعبين لإيجاد التغرى فهذا الدفاع المالاوي لحد الآن لا زال صامدا أمام هجومات النخبة المغربية أكيد فؤاد ونتمنى أيضا من فحيدة للوزيش أن يتدخل لأنه ليس بتغييرات فقط تغيير مركز بمركز أو تغيير اللاعبين يعني التعليمات أن يعني تكون تعليمات بالحفاظ على الهدوء أكثر لأنه لاحظنا تصرع لدى لاعب المنتخب المغربي هناك ضياع للكرة بسهولة في بعض الأحيان وأيضا عدم التأخر في التغييرات دائما فحيد هالي لوزيش يتأخر في تغييرات هناك محاولة للمنتخب المالوي لإدافة تفتاني يعني في الجهة اليمنى لأشرف حكيمي لحسن الحظ أن اللاعب المنتخب المالوي هذا نفس اللاعب هانجو الكرة ديلو مرات محادية لمرمى الحارس يعني يسين بونو يعني هذا المنتخب المالوي بإمكانه أنه يفاجئنا بهذه المرتدات يعني يعني كتفخط الهجوم وبالتالي فبقى الرواق الأيمن فاضي وكانت هناك محاولة جديدة لإضافة هدف التاني لحسن حظ وسود الأطلس أنها مرات يعني محادية لمرمى الحارس يسين بونو كنشوف يعني احتل لعب مثلا كرة دي لأيوب الكعبي يعني هو لعب غير متعود تماما على أنه يلعب كجنح أيمن يعني واحدة للوسيس كي يكلفوا بهذا المهام أنه يلعب في الرواق الأيمن يعني ولعب دي يلعب في المربع لعمليات قناص للأهداف فما كان عارفوش لماذا هذا الاختيار بالضبط دي إقحام اللاعب أيوب أو أيوب الكعبي ربما كجنح أيمن فهذا المباراة دي حسن أكيد فؤاد وتحدثنا عن ذلك يجب في حالة يعني ضياع الكرة عدم ترك المساحة للاعبين لعبين مهاريين لعبين أيضا متحررين من أي تضغوط يخسروا مع لهم أي ضغوط وذبوا الآن هما أكثر تحرورا تماما أكثر ثقة في النفس يعني كما قلت للاعب إذا كان سيعطيه 100% في القدرات فربما الآن ومتقدم سيضاعف من المجهود لأنه يرى أن منتقابات أخرى حققت المفاجأة منها من مر كما هو الشأن من اسمه لغامبيا مثلا على حساب غينيا ومنها من كان قابق من تحقيق ذلك نتحدث بالأساس عن جزر القمر وعن منتخب القابون أيضا الذي ودع المنافسة بسبب ضربات الترجيح نتحدث أيضا عن منتخب الرأس الأخضر اليوم الذي يعني انهزم وغادر المنافسة مرفوع الرأس بكونه أكمل المباراة بتسعة لعبين فقط نخوض الدقيقة الخمسة والعشرين من المباراة دائما تقدم منتخب الملوي بهدف اللاعب مانجو الكرة في دفاع منتخب المغربي رومانس أو نيفا كرتشا رومانس سايس كل لعبي المنتخب تقريبا في مربع عمليات أو في جهة ونالك نشوف مثلا اللاعب الكعبي غير قادر على أنه يقوم بالانطلاقة لتوفر على السرعة ويعني ما متعوش للعب في هذا المركز هذا ما يمكننا نطلب منه أكثر من ما هو ممكن حسن أكيد هناك خيارات عديدة المشكلة وأنه خيارات عديدة في هذا المستوى من المنافسة ضياع الفرص صحيح قد يعطي جهد لكن جهد من غير فائدة للمنتخب المغربي ونتحدث عن خيارات عديدة حتى حدود اللحظة لما نرى سفيان رحيمي في البطولة بالرغم من الخبرة التي يتوفر عليها طريق تيسودالي قبل البلاء الحسن في المباريات التي خاضها حتى حدود اللحظة رفقة المنتخب يعني دقيقة الساديسة والعشرين يعني وما كان مشاهدناش ردت فعل بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي حتى حدود اللحظة نتمنى الحفاظ على الهدوء لأنه لحظنا في لقطة يعني محاولة منتخب مالوي الماضية يعني شيء من الحد أقوله بقليل من تركيز كان يضيف الهدف الثاني يجب على اللاعبين اللا يفقدوا التركيز الهدف قد يأتي في أي لحظة لكن نتمنى أن يأتي قبل نهاية الشوط الأول على الأقل حتى يدخل المنتخب المغربي غرف الملابس بمعنويات أكبر يعني تأخر في النتيجة بهذا الطريقة من بداية المباراة الطريقة التي سجل بها الهدف أكيد ربما أقول مستفز بعض الأمر لكن دائما الحفاظ على التركيز في هذه المباراة قراءة القدم صديقي حسن هذه مفاجآت أهداف تأتي وربما هذه هي لما نتحدث عن الجزئيات هي الجزئيات المباراة في قراءة القدم أن اللاعب قدف الكرة الحارس كان متقدم نوعا ما حارس بونو الكرة سكنات في مرمى الحارس منتخب المغربي والعناصر المغربي الآن هي عناصر محترفة كتعرف ما هو منتظر منها لازلت هناك تقريبا أكثر من ساعة من الزمن في عمر هذه المواجهة تقريبا ساعة وبعد دقائق وبالتالي المنتخب المغربي عليها أن يكون كما تكرنا من قبل يكون يتحلى بالصبر نلعب دقيقة 28 تقريبا كانت لفرصة محاولة للمنتخب المغربي تدخل الحارس لقدف خطأ للعب صفيان حكيمي كما كنقول الحارس الآن سيكون يعني حارس كما كنقول المعنى ويدل سترتفع كثير محاولة كانت خطيرة من لعب أشرف حكيمي كنا كانت تدر هدف على شكل هدف المنتخب القابون إذا نأخذ الدقيقة 28 حسن ونحن نقترب من نصف ساعة من انتلاق المقابلة دائما تفوق المنتخب المال وشكرا لك حسن شكرا للموصول لمستمعين الكرام نذكركم قبل التوضيع بتقدم المالوي على منتخب المغربي في اللقاء الذي يجمعهما بملعب أحمد أحج وذلك برتشة